شكري في الحتة اللي تحديداً. احنا باتمانا من ربنا ان شاء الله بإذن الله احنا في وسط اخواتنا الاماراتيين وده مش يعني دي مش حاجة هتقلل مننا ومنهم. هم لازم بس الموضوع يتاخد انه هو في اطار ملعب كورة. يعني هو الحدث ده ان كان حد اخطأ مش برا اطار الكورة. واطار الكورة يعني معروف ده ده زي ما حضرتك قلت ان فيه الشد العصبي ان العملية بتبقى يعني صعبة شوية والكلام ده كله. فالناس اللي هتاخد القرار يعني تبقى يعني الموضوع دوت في في دماغه. عند الراجل اخطأ دوت او ايه ان كان حد اخطأ. اه طبعا احنا كلنا ما بنقبلش الخطأ. وانه ازا ما لك طلع بيان وبيان يحترم ان 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 هو ما بيقبلش طبعا اه انا ده ازا بالك قلعة كبيرة. ما يقدرش ان هو بيقبل لو حد من احد افراد الجهاز او اللاعبين اللي موجودين ان هو اخطأ. انا باتمانا من ربنا ان شاء الله وان شاء الله بازن الله الاخوة في الامارات احنا في وسط اخواتنا. طبعا. قلقوا متفاهمين الكلام ده ان شاء الله بازن الله والامور هتعدي ان شاء الله بامر الله على خير. انا بس اعتابي على الشخص او ايان كان اللي اللي طلع الصورة ده. طبعا. الموضوع مش موضوع سبق صحفي ونريح حضرتك اولا حضرتك الناس دي عندها بيت الناس دي عندها ولاد الناس دي عندها اه انت حاجة زي كده دي خرجت برا نطاق بقى السبق الصحفي والحدث الاعلامي والكلام الجميل اللي بيتقال ده لا انت قبل ده حكم ضميرك ان الناس دي عندها اسرة عندها ولاد عندها كلام ده يعني ما اختخوش خطأ كبير بس انت تنزلها ليه ملهاش لازمة لا انت حضرتك اولا انا كان نفس ان انت تراعي ربنا في اول حاجة ان العملية دي اثارها الجانبية على اللاعب نفسه او الرجل اللي موجود نفسه او الاولاد نفسهم اولادهم نفسهم او الجمهير نادل زمالك نفسهم الاثار الجانبية لحاجة زي كده او العمل النفسي للناس دي ممكن يقعد معهم فترة طويلة انا لما شوف ايه بالضبط انا لما شوف مثلا والدي او قدوتي او ايا كان الشباب الصغير اللي بشجع نادل زمالك لما شوف منظر دي دوت منظر مؤلم منظر مش حلو مش لذيذ يعني انا اعتابي كله برضو على البناء ادم كل احترامي ليه ان انت قبل ما تعمل حاجة زي كده بص ربنا الاول كابتن برضو كابتن حسام من ساعة الواقعة بامانة يعني واحنا بحب نجلد ذاتنا وانفسنا جدا ايوان عندي ابن يخلط ابن اخطأ ولكن فيه شكل للحساب فيه شكل الاقاب النهاردة ممكن انصحك حتى مش نصيحة على الملأ لو انت شايفك فيه كذا لو ابني اخطأ السوشيال ميديا عندنا ما صدقت بكل انتماءاتها كله اهل لوزة ملكاوي كله عاود يطلع صور